السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من جديد لستاذة صفاء شوقي سنقوم اليوم بتتمة إنجاز تمارين صفحة 101 بالنسبة لأسبوع تقيم الدعم رقم 3 للمستوى السادس وكما قلت سابقا هذه التمارين هي صالحة أيضا للمستوى الخامس ولكل من يهمه الأمر فالأرجو المتابعة ومحاولة إنجاز تمارين قبل الشرح مع مقارنتها مع الشرح أتمنى لكم استفادة وبسم الله نبدأ على بركة الله إذن لاحظوا معي من رقم 8 أرسم دائرة اسمها السي مركزها أوشها أوها 5 سنتيمتر إذا لاحظوا معي جانبا قمت برسم هذه الدائرة إذن أولا سأقوم برسم قطعة التي تساوي 5 سنتيم والتي هي عبارة عن شعاع في الدائرة بعد ذلك سنرسم الدائرة السؤال با ضعي النقطتين A و B على هذه الدائرة ثم نرسم المثلة A و B إذا لاحظوا معي هذه الدائرة وضعتوا النقطتين لاحظوا الملاحظة التي يجب أن تكونوا ملمين بها أن هاتان النقطتين يجب أن تكون غير مستقيمة مع النواقات يعني مش في نفس المستقيم يعني خاصة تكون غير مستقيمة مع النقطة A لماذا؟ ليمكننا نحصلوا على المثلات اللي بغونا نرسموها اللي هو المثلات A و B إذن سأرسم المثلات وأكمل معكم الشرح إذن ها أنا ذا قمت برسم المثلات A و B إذن هذا هو المثلات A و B السؤال جيم طبيعة هذا المثلات إذن لاحظوا معي هذا الضلع في هذا المثلات سنقوم بمقارنة إما هذا الضلع بيعتبر أن هذا الضلع وماذا يعتبر في الدائر يعتبر شعاع وهذا الضلع يعتبر شعاع إذن بما أن هذا وهذا الضلعان هما شعاعان في الدائرة أي قية ما خمسة وثمت فهذا يعني أن هذا الضلع يقايز هذا الضلع وبالتالي فهذا متلت متساوي الساقين إذن فهذا متلت متساوي الساقين لماذا؟ لأن ضلعهما شعاعان في هذه الدائرة طيب ننتقل إلى 8 قم 9 أنشئ المثلث A-B-C علما أنها A-B-C تسوي 3 سنتيم B-C تسوي 4 سنتيم A-C تسوي 5 سنتيم هذا ما أنجزته السابقة لاحظوا هذه لدي رسمت أولا القطعة A-C اللي هي 5 سنتيم ينجو مع حرين في اختيار أي قطعة تريدون أن تبدأوا بها أنا فقط اخترت أن أرسم أكبر قطعة هكذا بعد ذلك كما العادة نقوم بقياس القطعة B-C اللي فيها 4 سنتيم باستعمال البركار المستعر والبركار إذن نقوم بقياس 4 مثلا 4 سنتيم هي هذه إذن أنا قمت بقياسها ووضعها هنا إذن أحنا هنا 4 سنتيم بما أننا B-C إذن يعني القطعة قمت بقياس 3 سنتيم نفس الشيء قمت بقياس باستعمال البركار قمت بقياس 3 سنتيم ووضعت وضعت القوس هنا يعني نرسم القوس الأول والقوس الثاني القوس الأول ندير فيه 4 سنتيم والقوس الثاني ندير فيه 3 سنتيم بعد ذلك في نقطة التقاطع نرسم نقطة في إذن سأقوم برسمها وسنكمل بعد ذلك تلاحظوا معي كما تلاحظون إذن القطعة بس فيها 4 سنتيم والقطعة أبي 3 سنتيم مع الرمز أيضا غيرتها لماذا؟ هذا دليل على أن هذا المثلات لديه أضلع مختلفة طول ولكن السؤال الذي يلي ما هي طبيعة هذا المثلات اللي هو المثلات أبي سيدا لاحظوا معي سنستعمل الكوس هنا لاحظوا معي إذن كما تلاحظون باستعمال الكوس نجد أن هذا المثلات هو متلة قائم الزاوية في النقطة ب إذن هذا المثلات قائم الزاوية في النقطة ب إذن طبيعة المثلات هو أبس قائم الزاوية في النقطة ب طيب نقمل بقية الأسئلة با إذن السؤال با أنشئ المثلات K L M علما أن L M تساوي 8 سنتيمتر و الزاوية التي رأسها K تساوي الزاوية التي رأسها L تساوي الزاوية التي رأسها M تساوي نستين درجة بمعنى أن زاوية الثلاث تساوي نستين درجة طيب إذن لاحظوا معي أولا سأقوم بماذا أولا سأقوم برسمي القطعة M التي تلببنا التي فيها 8 سنتيمتر بعد ذلك ماذا بعد ذلك سأرسم الزاوية التي تقعي لقياسها 60 درجة و M لقياسها 60 درجة إذا إذا نلاحظوا معي الشرح إذا نلاحظوا معي سنقوم برسم الزاوية الأولى إذن الزاوية الأولى قلنا نساوي 60 درجة بمعنى أن سنضع رأس الزاوية على النقطة هكذا والضلع مع الضلع طبيعة الحال يجب أن يكون الصفر من هنا نحسب 60 درجة إذن صفر 10 20 30 40 50 60 درجة و نقوم برسم نصف المستقيم أو الضلع هكذا لكي نرسم الزاوية للقياس لها 60 درجة بنفس الطريقة سنرسم في النقطة M زاوية فيها 60 درجة بنفس الطريقة إذن نقضع الرأس الزاوية على النقطة الضلع 0 مع الضلع هكذا بعد ذلك أرسم أبدأ بطبيعة الحال من الصفر أحسب من الصفر ها هو الصفر إذن صفر 10 20 30 40 50 60 إذن 60 قوم برسم الزاوية إذن في حالة عدم تقاطع الضلع نكمل الضلع الآخر هكذا إذن لدينا هنا 60 درجة ونتأكد من قياس الزاوية هنا أي أنه يجب أن يكون يساوي 60 درجة رجا إذن إذن كما تلاحظون سأكمل كتابة الأسماء النقطة دعنا النقطة L لدينا النقطة K والنقطة M باعتبار أن هذه الزاوية متقعيسة ماذا سنحصل سنحصل طبيعة الحال على المثلة اللي هو الطبيعة بما أن هذا المثلة متقعيسة فهو كما هو معترف به أنه عبارة عن متلة متساوي متساوي هذا متساوي الأطلع إذن سأصحح هنا لدينا L M ك إذن هنا النقطة K وليست النقطة M أعتقدر إذن كما قلت حصلنا طبيعة المثلة L ك M هو متلة متساوي الأطلع لماذا؟ متساوي الأطلع لأن زوايا ثلاثة متقعيسة علما أن مجموع زوايا المثلات كما نعرف هي 180 درجة إذن بما أن زوايا متقعيسة فهو متلات متساوي الزقائل وحتى إذا قمنا بمقارنة باستعمال البركار مقارنة الأطلع فسنجد أنها أيضا متقعيسة سنجد هذه الأطلع كما تلاحظون إذن سنلاحظ أنها متقعيسة إذن هذا الضلع لاحظوا معي يقعيس هذا الضلع وهذا الضلع يقعيس هذا الضلع أن جميع الأطلع قياسها 8 8 سنتيمتر ننتقل الآن لتصحيح 10 رقم 10 إذن يسبب 8 رقم 10 لاحظوا معي رتب من الأكبر إلى الأصغر المساحات التالية إذن مسبل صحيح تمرين رقم 10 رتب من الأكبر إلى الأصغر المساحات التالية إذن نستعمل جدول قياس المساحات المساحات بالنسبة بالنسبة للعدد الأول المساحة الأول 3 4 هكتار نقوم بعمل القسمة 0.75 ر إذن نضع 0.75 ر في الجدول بما أن الصفر هو رقم الوحدات نضعه في الر إذن نمشي الار اللي هي كتاب الدقام المربع الوحدات دياله ونضع الصفر بدون طبيعة وضع الفاصلة نكمل كتابة العدد بعد ذلك 0.05 هكتار أي أن الصفر الوحدات سنضعه في الهكتار إذن ها هو الهكتار سترجع جديد ونضع الصفر في الهكتار ونكمل كتابة العدد وأخيرا العدد الأخير 6300 سنتيار هذا يعني أن رقم الوحدات اللي هو الصفر نضعه في الصنتيار إذن الصنتيار هي هذه سطر جديد رقم الوحدات نضعه فيه الصفر ونكمل كتابة العدد اللي لدي 6300 طيب للمقارنة يجب ماذا نفعل ماذا يجب أن يكون لدينا أو نحول لنفس الوحدة إذن كما تلاحظوا صنتيار كنزيد الأصفار ويعطيني 500 سنتيار إذن عني هنا 75 سنتيار 500 سنتيار و6300 سنتيار وبهذا يسهل علينا ترتيب من الأكبر أصار كما كتلاحظوا الأكبر هو 6300 سنتيار إذن سنكتبه هو الأول الثاني كما كتلاحظوا هو 500 أو 500 سنتيار اللي هي في الأصل شنو عندنا في الأصل اللي هي مكتوبة في الأصل اللي هي 0.05 هي كتار إذن سنكتبها كما هي موجودة في المسألة وليس في التحويل ثم وأخيرا عندنا 0.75 R اللي هي وأخيرا عندنا 0.75 R اللي هي 3 على 4 R هي أصغر مساحة إذن نكتبها على الشكل التالي ننتقل الآن للسؤال باء رتيب من الأصغر إلى الأكبر المساحة التالية 2 على 5 متر مربع 540 سنتيم متر مربع وصفر 0.8 متر مربع نتابع نفس الطريقة وهي أننا نوضع هم في الجدول إذن 2 على 5 متر مربع هي 0.4 متر مربع 0.4 متر مربع 0.4 رقم الوحدات إذن كما تلاحظوها هو وضعنا في الوحدات المتر مربع وكملنا العدد ثم العدد الثاني هو 540 540 سنتيم مربع رقم الوحدات 0 نضعه في سنتيم مربع إذن سنتيم مربع كما تلاحظو وضعنا 0 في الوحدات وكملنا بقية العدد 0 بصل 0 8 ديكام مربع 0 هو رقم الوحدات نضعه في وحدات ديكام مربع إذن ها هو كما تلاحظو 0 وحطينا في ديكام ثم نكمل العدد وبعد ذلك نحاول كل الأعداد إلى نفس الوحدة اللي هي أصغر وحدة باش نقدر نقارنه إذن كما تلاحظو عنا 4000 540 سنتيم مربع سؤال بما أنه رتيب من الأصغر إذن نشوف الأصغر كما تلاحظو هي 540 سنتيم مربع نضع هي الأولى في الجدول بعد ذلك أكبر منها حسب ما هو مكتوب هي ججعة لخمسة متر مربع هي 0.4 إذن ججعة لخمسة متر مربع هي الأكبر ثم في النهاية 0.08 كما تلاحظو اللي حطينا في الجدول وحوولنا هي العدد الأكبر إذن سننتقل فيما بعد لتصحيح تمرين رقم 11 تابعوا معنا الجزء المتبقي وشكرا لكم